بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المغسلين سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير عليكم جميعا أخواني طبعا بثنا المستمر كما نحن مستمرون في قضيتنا ولا قضيتنا قضية المتعثرين دائما التي ولها ولأصحابها طول الوقت يا اخوان ياريت نشاير اللايف والبث وننتظر شوية وعليكم سلام أخونا نبيل أخونا أحمد البوزية مساء الخير عليكم جميعا ننتظر قليلا طبعا بعتذر قليلا لا يتسع المشاهدة متعثرين أخواننا نعمل شير للبث بعد إذنكم مساء الخير عليكم جميعا أخوانا نبيل ورحيم المناصرة أبو أحمد بركات أحمد البوزية عبد الحميد عاطف إن شاء الله بنتحدث على أخوي إبراهيم على آخر الأخبار نحن دائما مستعدة طبعا أخواني بعد السلام نحن سلمنا على الجميع خلينا نعمل شير للبث بعد إذنكم بعد إذنكم خلينا يكون أخواننا المتعثرين معنا يكونوا معنا لأنه هذا البث بث المتعثرين دائما لكم لقضيط أخواننا قبيعة وطن بعد إذن الجميع بس ثواني طبعا بمسي عليكم جميعا مساء الخير مساء الخير على الوطن على قائد الوطن في هذه أيام الحضر يوم الجمعة أتمنى السلامة لكل أهلنا في الأردن لكل شعوب الإجرامية والعربية والعالم من هذه الجائحة اللي إن شاء الله ربنا يعديها على خير على الجميع طبعا أخواني ماذا قبيعة قبيعة المتعثرين اللي هي حق لكل إنسان على أرض هذا الوطن يتكلم فيها لكل متعثر الحق الحديث فيها لكل شخص الحق يتحدث فيها طبعا أخواننا ما بيقصروا ونشطين والقائبين على هذه القضية قضيتنا للبث لا أعلم للنقاش ليش كل مرة تتأجل عارفين كل تأخيرة فيها خيرة زي ما بيحكوا لكن التأخير كثير هذا ضر بأبناء الوطن ضار بالمتعثرين على الحكومة السرعة في حلها جنت كمس سنوات شو ظل بدهم منها في حد مني اللي بدهم مني مصاري يستفاد حسب يا الله ونعلم أخوي نبيل ناعف السجن هو مش الحل السجن ما حد مستفيد لا دائن ولا المدين وهي أكبر مثل هيا قاعدة تحكين سجنت خمس سنوات مين لاستفاد هل الدائن استفاد لا ما استفاد نقل في مثل السنوات ونص أنه السجن ما في منه فائدة بناشد الحكومة ومناشدتنا الآن لجلالة الملك بالتدخل السريع جلالة الملك سيد البلاد والأردنيين قضية المتعثرين هذه حلها هاشمي نناشد جلالة الملك بالتدخل أنه في توجيهات دائما ودائما ومستمرة من جلالة الحكومة وللجميع بحلها أخوي عمر مساء الخير أخوي أبو ركان مساء الخير أخوي قد قسيم مساء الخير مستمرة مستمرة لحلها ليش الارتجاف من دولة الحكومة ودولة رئيس الحكومة لإخضار القرار لا نعلم الآن المتعثرين ما بدهم إشي بدهم سنتين سنتين تعطيهم فرصة وحرية بالحركة تسويات من دون الربع القانوني خلي الناس كلها تقدر تعمل تسويات مع الدائن غير هيك صعب لأنه بدون ما ينشال الربع القانوني صعب أن الناس تعمل تسويات ما مصاري الوضع الاقتصادي صيء وانتو بتعرفوا أنه هذه كلها نتيجة سياسات خاطئة أدت تعثر أبناء الوطن ونسبة كثيرة من أبناء الوطن والتعثر بازدياد يوم عن يوم مساء الخير أخوي بعرفها مساء الخير أخوي رائد المتعثرين مش طالبين إشي طالبين سنتين آخر الكلام نتحدث نطلب سنتين ليش لأنه الوضع الاقتصادي الآن ما بيساعد أي إنسان على التسوية بالإضافة أنه إن شاء للربع القانوني لو إن شاء للربع القانوني أصلا قضية المتعثرين كلها نحل يعني بكلمة واحدة نحل قضية المتعثرين الربع القانوني لو إن شاء أصبت سهلة على الجميع أن يروح على المحكمة ويطرح تسوية عند القاضي ويقبل القاضي بهذه التسوية أو قاضي الأجرة فأصبحت سهلة قضية المتعثرين حلها ما طلبنا إشي كثير سنتين ممكن تنحل كل قضايا المتعثرين بعدين قضايا المتعثرين لا تتجزاء فيش إشي اسمه تحت المئة ألف وفوق المئة ألف نعم شكرا للمجلس القضائي على قراره سهل شوية لكن من باب آخر إحنا مش قادرين نتحرك من باب آخر ما في شغل من باب آخر الوضع الصحي بالبلد الآن بيلزم الناس أنه تجلس ببيوتها صعب الحركة للعمل أسلم حل هو إعطاء السنتين الآن للناس لعله ولعسى هذه الجائحة تنتهي قريبا إن شاء الله والناس تتحرك أخواني مساء الخير عليكم جميعا أخوي وسام أخوي بعرفة والجميع وأخوي وليد طبعا أخوي الاتفاقات الدولية والمعاهدات والتوافقات التي حصلت وكل هذا الآن ما بنتكلم عليه لأنه هذا تكلمنا عليه كثير وحكينا فيه كثير المعاهدات الدولية تسمع على القوانين الداخلية والآن نحن في اليومين كما شفنا توجيهات رئيس الوزراء دولته بتشكيل لجنة حقوق إنسان لتنفيذ المعاهدات الدولية وإن شاء الله أن المعاهدات الدولية ستطبق قريبا بإذن الله لكن نحن الآن في صدد وضع حالي وضع حالي لحل قضية المتعثرين كلمتين هي تسويات بدون الربع القانوني إعطاء فرصة سنتين للناس هذا أسلم حاليا ينعط للناس متعثرين بتأمل من جميع المتعثرين كل واحد يحكي قضيته متعثرين هذه مش حكر على سامر ولا طارق ولا محمد نشكر كل القائمين عليها نشكر الأستاذ طارق نشكر كل من يتكلم بهذه القضية قبل دقاء بجوز انتهى بث لأخونا مهند العطريات برضو يعطي العافية كل واحد بتكلم بالقضية يعطي العافية نحن الآن هذه قضية المتعثرين لازم كل واحد أنا حتى المتعثرين مش شايفهم يعني عني 45 واحد على بث لقضية أصبحت تتجاوز المليون وين المتعثرين بعدين اليوم عطلة اليوم حضر يعني مش كل واحد بش ما توقع مش كل واحد قاعد ببيته مش ما فيش واحد عنده نت ما ظلش واحد ما عنده نت طول نهر تتسلوا على الفيسبوك وعلى الواتساب فأنا مش عارف وين المتعثرين المتعثرين إذا وين حل قضيتك بدك تحل قضيتك وانت مش على قضيتك عندك صفحة تابعها أنا يعني بعتب على الناس اللي الآن هي فكرت إنه الحلت وقاعدة يعني أخذت كف طلب وقاعدة إيش كف الطلب أنت مش قادة تتحرك وقضيتك ما نحل قضية المتعثرين ما نحلت إحنا بنشكر المجلس القضائي على الطرح اللي حصل والقرار اللي حصل بنشكر القائمين اللي جابوا على إنه كف الطلب الآن الناس تابع لغاية انتهاء وضع الكورونا لكن شو بعد هيك شو ما صير الناس اللي قاعدة فوق المئة ألف هل المتعثر مئة ألف دينار متعثر ومئة ألف ودينار مش متعثر مش معقولي الكلام هذا يا دولة رئيس الوزراء بيكفي هالقرارات بالأدراج يا ناس اتقوا لا بها الشعب يا دولة رئيس الوزراء ومناشدة الآن هي لجلالة سيد البلاد إحنا ما يعني جلالة سيد البلاد هو فوق الجميع وتوجيهاته فوق الجميع وحل القضية فيه توجيهات من جلالته يومية ومستمرة ليش هالقرار مش راضي يصدر خلينا نفهم هالقرار ليش مش راضي يصدر كل الاحترام إلكوا جميعا أخوي مساء الخير عليكم أخوي أبو محمود أخوي مصطفى الزعبي سين القدسي كل الأسماء اللي مرت بكفي بكفي هل البنوك هل البنوك هي المتحكم في مصير شعب خلينا نفهم البنوك اللي أخذت بيوت الناس البنوك اللي شردت الناس البنوك اللي شتتت الناس يعني أنا بارح أخ إنه من مصر بيحكي معي كل قضيته بطاقات ماستركار كل قضيته مهندس يا رجل أعطي فرصة سنتين سنتين إحنا مع سنتين إحنا مع تسويات من غير الربع القانوني خلي الناس تعرف تتحرك طبعا الفائدة إن شاء فوائد هذه لا يعلم بها إلا الله بتنحط دمرت الناس نناشد جلالة الملك بالتدخل سريع نناشد سمو ولي العهد بالتدخل يا دولة رئيس الوزراء فيه توجيهات من جلالة الملك بنطلب إنك تنفذها طضية جوازات السفر الناس الناس اتدمرت بالخارج المتعثرين اتدمروا بالخارج المتعثرين اتدمروا بالخارج جوازات السفر يعني احنا لأسبوع الماضي شاهدنا خلينا نرجع مقابلة نقيب المحامين الأستاذ مازل رشيدات على بث الأستاذ طارق بالراغب على قناة ايوان كان أشد المعارضين في قضية المتعثرين أنا مش فاهم مش فاهم يعني يوم احنا بنكون معه يوم نخون ضد مازل رشيدات صرح بالفم المليان جوازات السفر حق دستوري واجب أن تجدد لا قضية مالية سوى قضايا أمن الدولة احنا معك قضايا أمن الدولة لا تتجدد الجوازات لكن قضايا مالية يجب أن يصدر قرار بتجديد جوازات السفر يجب أن يصدر قرار بإعادة جميع المتعثرين لخارج الوطن يجب أن يصدر القرار بسنتين إعطاء مهلة للناس تسويات من غير الربع القانوني خلي يتسنى لكل الناس أن تعمل تسويات انحلق قضية المتعثرين لا أعلمك يعني هو لو يصدر قرار تسويات من غير الربع القانوني كل بيركض يعمل التسوية إن كان أنا ولا أنت ولا غير وكل بيركض على الدائن رح يركض في قاضي في محكمة والقاضي يجب أن يرضى بالتسوية بعد السنتين أنت شوف نحن بنتكلم على دائن حسن النية دائن بده يسد ما بنتكلم بعد السنتين إذا شفت الدائن ما عرض تسويات عفواً المدين المدين حسن النية إذا ما عرض تسويات وما بده يسد يسدي إسجنه وراح يكون عندك داخل البلد ما انتهيك هيك عملت منع سفر بأي حق أنت الآن تارك الناس لا في شغل ولا مشغلة بلد واقفة سنتين يعني يجوز يا دوب الإنسان يتنفس خلي الناس تسد وأكبر مثل نضرب لك يا هاي أخواننا سجنوا خمس سنين شو استفاد لا دائن استفاد ولا مدين استفاد إلا أنه عيلة تتشررت النساء اتطلقت على فكرة يعني قضايا الشرعية يعني نصف قضايا الشرعية أصبحت على المتعثرين هي الآن قضايا الشرعية بعد التعثر طبعا خلصوا شوفوا أخونا مالك ما يعرف بيرن ألو ألو وعليكم سلام أخو مالك نعلى البث يا أخي ألو ف كل الاحترام أخواننا يعني بلاشترن وعلى المسنجر أحنا على البث خضية المتعثرين خضية من ثلث سنوات أربع سنوات نتكلم فيها لم تترك ولا نتركها أحنا مستمرين فيها لحين انتهاءها حكينا نشكر المجلس القضائي على قراره أصدرته قرار لتحت الميت ألف هل الميت ألف دينار مش متعثر مش معقول الميت ألف إلا دينار متعثر والميت ألف ودينار مش متعثر أنا بعرف أشخاص كثيرين بدهم سدوا وما بلغهم مية وخمسين وميتين وثلثمية واربعمية أشخاص بدهم سدوا مليون وثين مليون كله بدهم سد المديونية بحجم الشغل كل إنسان مديونيته بحجم الشغل أخوي مالك إذا أنت معنا على البث وعندك حديث بس شوية أنا بعمل اتصال معك أو بعث لي هون بعدين أغلب الصفحات شفتها لكل إنسان ما بصير نقاطع لإنتخابات كل إنسان له الحق يرشح مرشحه وصفحته يكتب عليها لكن إحنا إخوانا النواب ما عملونا إشي ولن يعملوا النواب الجايين إنا إشي هذا تأكدوا في الكلام فأنا برجو من جميع المتعثرين جميع المتعثرين إخواني إحنا صفحاتنا مش دعاية انتخابية ولا إحنا مع النواب لأن وجس النواب لن يحق